أنا كده خطبت كل أسألتي اللي طرحتها اليوم عليك بس ودي في النهاية أعطيك مساحة جمهور النصر يسمعك الآن وفي أول حديث لك فضائي إيش الرسالة توجهها لجمهور النصر؟ أنا أعد جمهور النصر أني أشتغل ليل نهار لسعادهم ورضائهم وأتمنى من جمهور النصر يعني بالذات جمهور الرياض الحضور ثم الحضور ثم الحضور قدامنا مبرات مهمة مع شخيقنا نادي الهلال زي ما يعرفون 70% من ملعب النادي النصر نتمنى يكون ما في أي مقعد فاضي في المباراة مباراة مهمة وأتمنى يكونوا متفاعلين في المبارايات القادمة كلها لأننا عندنا كل المباراة نعملها نهائي فنتمنى إذا كان أي مباراة تكون في الرياض أتمنى حضور الجمهور بشكل مكثف لدعم الفريق لأننا بدون الجمهور ولا شيء جميل وفهد أنا كذا خلصنا حلاتنا شاكل لك تواجدك معنا وشاكل لك استجابتك الدعوة وثيقتك في برنامج كورة الله يسلمك طول عمرك أنا شاكر لك وشاكل برنامج كورة وإن شاء الله أني أكون وضحت أمور يعني كانت مخفية عن جمهور نادي النصر شكرا بمفهد الله طولك كنت هذه الحلقة الاستثنائية التي قدمناها لكم اليوم وهي مع رئيس ملس إدارة نادي النصر في أمان الله ونلتقي بإذن الله كيو يوميا ساعة العشمس اشتركوا في القناة